موسيقى وذلك على الفئة العمري الأكبر سنن ووجدت الشركة أن الاستجابة المناعتية للأشخاص من عمر 56 عاما وأكبر كانت بالقدر ذاته لمعدلات الاستجابة لدى الفئات العمري الأصغر عمرا وهو ما يعد إشارة مشجعة لهذه الفئة الأكثر عرضة للخطر بالإصابة بمرض كوفيد 19 ناتج عن الفيروس بحسب وصف صحيفة وولستريت جورنال وما يعطي أهمية لهذه النتائج أن قوة الجهاز المناعي للإنسان تقل مع تقدم العمر ما يعني تقلص قدرة اللقاح على إحذاس استجابة منعتية ضد الفيروس وفق قناة الحرة وكانت موديرنا أعلنت الشهر الماضي أن اللقاح أحدث استجابة لدى البالغين الذين تتروح أعمارهم بين 18 و 55 عام وكان آمنا وفعالا ومع توسيع نطاق التجارب لتشمل الأشخاص الأكبر عمرا حصلت الشركة على نتائج مماثلة وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي أن اللقاح يمكن أن يصبح جاهزا للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام وقبل نحو أسبوعين وقعت موديرنا اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية لتوفير 100 مليون جرعة من اللقاح وتوصلت الاتفاق أيضا مع الاتحاد الأوروبي على تزويد دول الكتلة بنحو 160 مليون جرعة شكرا على حسن تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته